السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب دي الحرة السابعة في كورس الترجمة اللي احنا مسامينه اه من السفر الى الاحتراف مع مستر محمد اه في الكورس دي احنا نحاول نحن ناخد كل قواعد الترجمة على الحقيقات الصغيرة كل حرة تقريبا ربع ساعة عشان نوصل في النهاية ان شاء الله ان احنا نترجم كل افكار الترجمة النهاردة عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا اللي هي الادوات على اساس ان احنا عندنا طبعا زي ما عارفين ان من اكتر الاخطاء الشائعة هو الطالب هو بيستخدم ادوات النكرة اللي هي الا والان والمعرفة اللي هي زي يعني دي من الحاجات يا شباب اللي بتفشي معنا جامد جدا في كورس الترجمة موضوع ان انت يمكن اكتر اخطاء شائعة في الكتابة بالنسبة للترانسليشن وبالنسبة للرايتنج السي كتابة المقال هو موضوع الاول الان والزي فاحنا في الكورس ده بنحاول ان احنا زي ما قلنا ان احنا نجيب كل افكار الترجمة هنسمينهم من من السفر اللي احترام بدين معكم من اول حلقة الواحد لغاية كده عشر حلقات هم يا شباب كل افكار الترجمة وكل قواعد الترجمة اللي انت هتحتاجها موجودة في الكورس ده كل حلقة بنتناول جزء معين عشان في الاخر نقدر ان شاء الله نوصل للاحتراف يبقى احنا الكورس بتاعنا اول حلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن الارتكلز الادوات طبعا كلنا عارفين يعني ناكرة ويعني معرفة يا لازم نكون فيهم يا جماعة ايه الفرق بين الناكرة والمعرفة انا ما اجا اقول لك مسلا جملة زي كده شباب اي بوت ابوك يستردي لو انت قرأت الجملة دي يا شباب اي بوت ابوك اي بوت ابوك يستردي انا اشتريت كتاب انبارح هتلاحظ ان انا قلت ابوك عارف ليه لان انت بالنسبة لك وانت بتقرأ الجملة دي انت مش عارف انا بتكلم على الان الكتاب. انا في مليون كتاب انا شكيت كتاب مبارح اي بوك. فبالنسبة لك ده نكره. انت مش فاهم بالزبط انا بتكلم عليه. غير لما اجا اقول لك مثلا اي لست زا بوك اي لست زا بوك ويتش يو لنت مي يستردي اي لست زا بوك انا ضيعت الكتاب بسببها مين? زا بوك الكتاب. انا اكتب بقى اللي انت سلفته لانبارح. اش معنى هنا قلت زا? لان انت لما اريت الجملة انت عرفت انا ضيعت انا كتاب اللي انت سلفته لانبارح. فهو ده ببساطة كده الفرق بين النكره والمعرفة. انه طيب لانه في كترة الجملة انت عارف انا قصدي ايه? بتكلم عن مين? يبقى ده معرفة. انما لما كنت مش فاهم يعني ده بالنسبة لك كتاب وخلاص يبقى نكره. فانا عايزك تفهم ان الاه دي الشباب اداة نكره دايما بتيجي قبل الاسم المفرد. ده يخلينا يعرف انه ما بيجيش مع الجامعة خالص. ولازم يكون مفرد معدود. لازم يكون بتعد. يعني اسم مفرد معدود. وبادئ بحرف ساكن. طبعا حرف ساكن هنا الصوت النطقي بيكون حرف ساكن. فلما اقول مسلا اه بوك كتاب اه مفرد بيتعد حرف ساكن. اه مسلا تيبل. اه بن. يبقى اسم مفرد معدود. وبادئ بحرف ساكن. زيها بالزبط نفس الكلمة كلمة اين. نفس الفكرة برضو مع الاسم المفرد لازم يكون مفرد مش جمع. لازم يكون بيتعد معدود بس بادئ بصوت متحرك. لابنكتب بحرف متحرك بس سوى الصوت النطقي يكون حرف متحرك. يعني بص كده اين قبل. اين اورانج. اين اج. يبقى لازم يكون بادئ بحرف متحرك. حتة موضوع الصوت ده يا شباب لي. لانا ما اقول لك مسلا كلمة زي كلمة ساعة. هي بدأ بحرف الاتش وده مش حرف متحرك. بس انت هنا اصلا دي ما بتنطيقش. انت بتقول النطق. على عكس مسلا كلمة حصان. تم اقول هي تشاي بس انت انطق. حصان. رجل امين. لان ده هنا مش يطنطق. يبقى بنحط الان حسب النطق. مش حسب الكتابة. حسب انا بنطق ايه? ويمكن من الحاجات الغريبة او في الانجلش يا شباب كلمة زي كلمة دي من الحاجات الغريبة جدا عندنا كلمة زي كلمة هتقول لها مستر ليه? دي غريبة. لان اولها يو. مفهوض اليو ده حرف متحرك. قال لكم عندهم بقى الكلمة بتثنتي يو. لازم يكون نطقها كده شباب يو. تاخد ا ما تاخدش ا. فدي حالة شازة زيها بالزبط كلمة اسمها يونيفورم. زي موحد. اولها يو. يبقى ا يونيفورم. في عندي حاجة اسمها يوروبيان. يوروبيان كانتري. دولة اوروبية. يبقى ا يوروبيان. دولة اوروبية ا. لان النطق. يو حرف اليو ده ياخد ا. جهاز مفيد. دي يا مستر قلت ا. مش ا. ده اول حرف متحرك. لان نطق يو ده بياخد ا. طب انت بقى لو راجل شراطر كلمة زي كلمة مثلا امبريلا شمسية. شوف اولها ايوها هي. بس النطق ايه? ا. يبقى ا. يبقى ا. يبقى موضوع الاول ا. ده بنحطه مع الاسم المفرد. المعدود بادي بصوت ساكن ا. ا. صوت متحرك ا. بس انت اكتر هنا مش محتاجة حتة دي. انت محتاج تفهم امتا استخدمها في. بص شباب احنا بنحط الاول ا. لو انت عايز تكتب وظيفة. لو انت عايز تكتب وظيفة بتحط الا ولا ا. يعني ما اقول مثلا ايه يعني ايونتو بي ا ا انا عايز ابقى دكتور بس كده. ايونتو بي ا ا انا عايز ابقى طبيب. فهنا دكتور دي وظيفة فاقول ا ا ا دكتور. طب عندما يجي لك فالجرامر يقول لك مسلا. مثلا عمي مهندس يقول لك ولا ولا مفيش اداة طبعا المهندس دي وظيفة وبدأ بحرف متحرك يبقى فدايما لو انت بتكتب وظيفة دايما الوظيفة بيبقى فيها من اهم الحاجات في الانجلش دي مهمة جدا في استخدامات الا والان بتيجي قبل الصفة اللي هي مدبوعة باسم مفرد لما يكون عندي صفة مدبوعة ودي من الحاجات المهمة جدا في انجلش ان انت لو تكتب صفة رجل عجوز صفة جاي بعدها اسم مفرد لازم تقول ولد شاطر ولد ماهر ولد ماهر ولد ماهر دايما الصفة اللي بعدها اسم مفرد بنحط A أو A فكلام ده بيف لي معنى جامد جدا في الترجمة تلعب السياحة دورا هاما في بلدنا لما اجا اقول توريزم السياحة بص كده اهو بليز حط طبعا اس المدرعة بص حط اللي جادي دورا هاما دورا هاما دورا هاما ليه حطيت عشان دي صفة جاي بعدها اسم مفر طبعا الناس الشطرة بقى عارفة حاجة ان انت لو الاسم اللي جاي بعد الصفة ده لو الاسم يا جماعة اللي جاي بعد الصفة ده اسم جمع او اسم غير معدود uncountable nouns لو جاي كده ما نحطش او اي يعني اقول مثلا ايه اجريد بروجيكتز مشروعات عظيمة او صفة بعدها اسم بس عشان اسم جمع ما حطش اي او اي كلمة اسمها هوتووتر ادي صفة جاي بعدها اسم ما حطش او اي انما الاول انا مع الصفة اللي جاي بعدها اسم مفرد طيب بنستخدم الاول انا لما كنت بقول اسم لاول مرة في جملة لو عندي اسم اول مرة اقوله في جملة بنقول اي وان عشان لما يكون لسا اول مرة بص اي مت ابوي انا قبلت ولد بص ناكرة انا قبلت عاف لو قررته تاني اقول زابوي وسطول الولد طويل فدايما لما قلت لسا بقول الاسم لاول مرة في الجملة بحط دايما ناكرة لو هكرره تاني بقى عرفناه خلاص يبقى ازاي عشان ما يجي اقول لك مثلا ان كان ده يازل تفهمه بقى انت ان هو مثلا وانت بتكتب مقال وانت بتترجم ادام الاسم اول مرة بص هي جيف مي زبيس فلاور زافلاور وزرد يبقى هنا يا شباب هو الداني وردة الوردة دي كان له احمق بس لما يجيت قلت اول مرة هقول هي جيف مي هو الداني افلاور عشان الاسم اول مرة يتقال في الجملة طبعا بنستخدم القهو الان لما يجيب جنسية وبعديها اسم مفرد بحط قل قلian يعني الرجل ده هي از ا اا او مثلا هي از ا امريكان اكتور هو ممثل امريكي فهو امريكان اكتور كاننا صفة كده امريكان اكتور ممثل امريكي طبعا حطينا ايان عشان بادها بحرف الحرف امرأة فرنسية فاتخلي بالك بنحط الاول ايان لما يكون الجنسية بعدها اسم مفرد موجود فيه طبعا كلمة الشباب اسمها كلمة اسمها امليون فيه كلمة اسمها ادوزن يعني داستة كل ده بياخد امور كل ده بياخد ا او ان طب ايه الحاجات اللي ما ينفعشي اجيب معها او ان خالص وانت بتكتب بقى لو لقيت اسم جمع عمرك ما تقول مسلا ا بويس كده ان عمرها ما بتيجي مع الجمع دايما مع المفرد لو لقيت مسلا اسماء غير معدودة الاسماء جماعة المعنوية والاسماء اللغات ما فيش حاجة اسمها ا ريدنج كراءة ما فيش حاجة اسمها افريدم حرية اي اسم لا يعد ما فيش حاجة اسمها ان انجلش ادام الاسم لا يعد ما بياخدش ولا ا ولا ا اي حاجة اه ما يجيش مع الصفة المفردة لما يكون صفة لو فيش حاجة اسمها هي از ا طول. ما في اسمها كده. هي از ا طول لا الصفة الوحدة ما تاخدش حاجة. عاف لو كنت قلت طول بوي صفة جاي بعدها اسم مفرد او ال ا طول بوي. انما الصفة الوحدة ما تاخدش حاجة. يبقى احنا بنشرح كده يا شباب حاجة اسمها ادوات النكرة. حاجة اسمها ادوات النكرة. ان احنا انت نحط او اي. طيب في الجزء اللي جاي هنستخدم هنعرف انت نحط زي. والحاجات اللي ما بحط لاش حاجة خالص مع بعض. اشتركوا في القناة